أحياناً ربنا بيحطنا في مواقف أو ظروف صعبة بنكون وقتها مش عارفين أو فاهمين هي ليه بتحصل لنا ولكن مع مرور الوقت بنفهم ونكتشف حكمة ربنا من المواقف ده ولأنه بيكون ليه أثر كبير جداً على حياتنا وكمان مستقبلنا وده بالزبط اللي حصل مع ضفتنا اللي منوارنا النهاردة في الستوديو واللي ليها قصة جميلة جداً مع لغة الإشارة خليتها واحدة من أهم صناعة المحتوى في المجال ده ونوارنا النهاردة الأستاذة سارة الجهري صناعة محتوى عن لغة الإشارة إزايك يا سارة؟ إزايك عملاقين الحمد لله الأخبار الحمد لله تمام أنا مبسوطة بيكي النهاردة وعارفة أن احنا اتفقنا أن الحلقة كلها هتمشي بننسي بتعملي لغة الإشارة وبنتكلم مع بعض ومضبوط